افتتحت الدورة السابعة والعشرون من مؤتمر المناخ الأممي الكبير في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأحد ويأمل المشاركون في توحيد الحكومة والشركات والجمهور لتحويل الالتزامة إلى عمل فعلي لإبطاء معدل الاحترار وزيادة تمويل المناخ ودفع التنمية الخضراء ومواجهة تغير المناخ بشكل مشترك في مراسم الافتتاح قال سامح شكري وزير الخارجي المصري ورئيس هذه الدورة من المؤتمر إن تغير المناخ يهدد حياة الناس وإن نموذج التنمية غير المستدامة في القطاع الصناعي يجب أن يتغير وأردف قائلا إن أجزاء كثيرة من إفريقيا وأوروبا والقرى الأمريكية تشكو طقصا متطرفا هذا العام وعلى المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والوفاء بالتزاماتها واتخاذ تحركات سريعة لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية ولنجدد العهد ونرفع الطموح وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف يذكر أن هذه الدورة من المؤتمر ستتخذ إجراءات حول سلسلة من القضايا الحاسمة لمواجهة تغير المناخ على أساس نتائج الدورة السابقة بما في ذلك الحد العاجل من انبعاثات الغازات الدفيئة وبناء القدر على الصمود وتكيف مع الأثار الحتمية لتغير المناخ ودفع البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها وذلك بتقديمات مليار دولار أمريكي من تمويل المناخ للبلدان النامية كل عام وبالإضافة إلى ذلك وافق المشاركون في السادس من نوفمبر الجاري على إدراج مشروع الخسائر والأضرار الناجم عن تغير المناخ إلى جدول الأعمال الرسمية للمؤتمر للمرة الأولى ويرى استطلاع الرأي أن ذلك في الواقع يعني أن المؤتمر سيناقش رسمياً ما إذا كان ينبغي للبلدان المتقدمة أن تقدم تعويضاً للبلدان النامية المعارضة لتغير المناخ